يوسف القرضاوي هذا الرجل الذي وصل وبلغ من العمر أرزله بيعتزل الخطابة ده طبعا بنهنئ المنابر التي تفتقد هذا الرجل الذي وصل إلى مرحلة الخرف لكن يوسف القرضاوي اللي قدامنا بيقول الإسلام بدأ من تركيا الإسلام بدأ من تركيا بيقول أنا آخر مرة أتحدث إليكم وبعض المؤرخين كتبوا أن تاريخ الإسلام يبدأ من تركيا لأنه موجود في إسطنبول وموجود في ضيافة أردغان فما المانع أن ينافقه بكلمات من قبيل أن تركيا هي خبلة المسلمين من قبيل أن تركيا هي بوابة المسلمين من قبيل أن تركيا ربما يقول أنه خادم الحرمين الشريفين أيضا لا يعني غرو لا يمكن أن ننداهش ونتعجب من نفاقه أولا هذا الرجل الذي بلغ هذا العمر وفي نهاية عمره ما تبقى من عمر أردغان من عمر القرضاوي ربما لا يكفي أن يستغفر على الزنوب وعلى هذه الخطايا والأخطاء والدعوة للقتل والتحريد على القتل والفرح والطرب للقتل كل هذا ربما ما تبقى من عمره لا يكفيه للاستغفار لكنه بلغ في هذا العمر من الوقاحة أنه يقول بأن الإسلام بدأ من تركيا أي إسلام يا رجل أي إسلام هذا الذي بدأ من تركيا يعني هل هناك تزوير للتاريخ أكثر من هذا بيتحدث بأمور ربما يعني لا يقبلها حتى عقل عدق غير المنصفين من التاريخ أنا بأسأل القرضاوي بيتحدث على أن الإسلام بزغى وانتشر من إسطنبول هل يمكن أن يحج المسلمين إلى إسطنبول هل يمكن أن يصدر فتوى بأن الحج سينتقل خلال السنوات الماضية إلى عاصمة الخلافة السابقة إسطنبول بدلا من مكة والمدينة أنا يعني حاولت أن أتفهم وجهة نظر هذا الشيخ المعيب لكنه بشيخوخته وبعقله الذي ضاع لا يمكن أن أعلق أكثر من هذا لكن أقول إن اعتزاله الخطابة ربما يكون فرصة أن يتوب أو فرصة أن يفكر لكني أستبعده أن يفكر وأقول يعني له من الله ما يستبعد